السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم شباب إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض الملتبر ريديوسرز الموجودة في الريدكس بس صلى الله نبي عليه الصلاة والسلام عملنا شباب في الفيديو اللي فات ريديوسر خاصة بي الكيك وريديوسر خاصة بي الايس كريم تمام ووقفنا في الفيديو اللي فات إزاي بقى ببتدي أربط الريديوسرز فونكشن اللي عندي بي الستور اتفاقنا عشان أنشي استورة شباب بنادي على الميثود اللي يسمى create store اللي بتقبل مني ريديوسر فونكشن طيب في الحالة دي أنا عندي أكتر من ريديوسر فونكشن محتاج أربطهم بالستور عندي هنا شباب مثل بيوفرها لريدكس اسمها combine reducers دي مسؤولة إنها تربط الريديوسرز فونكشن اللي عندك بالستور هاجي هنا تمام تحت ال create store هبتدي أنشي هنا variable الvariبل ده هسميه هنا combine combine يعني إنها تربط الريديوسرز فونكشن اللي عندك بالستور اللي هو بيوفره لك الريدكس فهبتدي enter variable هنا أسميه هنا combine reducers بالشكل ده الvariبل ده شباب حيمثل method أو function هبتدي أنادي هنا على الريديوسرز بعد كده أدخل لي الميثود اللي هي اسمها combine reducers بالشكل ده طبام ممكن أسميه هنا برضو combine reducers بالشكل ده طيب حلو جدا الكلام ده يبا أنا عندي هنا variable اسمه combine reducers ده عبارة عن function طيب حلو جدا هبتدي بقى أنزل هنا شباب الcombine reducers method يا شباب بتقبل مني هنا object تمام الobject ده هبتدي أضيف جواه الkey والvalue تمام الkey هسميه هنا cake بالشكل ده وبعد كده الvalue بتاعته هتكون عبارة عن الkey reducer function تمام بالشكل ده وكذلك برضو عندي هنا في الice cream هبتدي هنا أقول له ice cream تمام ده الkey تمام وهبتدي أضيف الvalue بتاعته عبارة عن الice cream reducer بالشكل ده يبقى كل اللي أنا عملته هنا شباب إن الcombine reducers method ديت بتقبل مني object الobject ده هبتدي أضيف ليه الkey بتاعه عبارة عن cake والكيك ده الvalue بتاعته هتكون عبارة عن الkey reducer وكذلك برضو في الice cream ده عبارة عن الkey والvalue بتاعته عبارة عن الice cream reducers تمام طيب حلو جدا الكلام ده عندي ده شباب هبتدي الماثود دي هترجع لي object في reducers function اللي أنا بتعامل معه طيب حلو جدا محتاج بقى أخزن ده كله في variable الvariبل ده شباب هسميه هنا root reducer بالشكل ده طيب ليه أنا عملت هنا variable باسم root reducer عشان ابتدي أمرره هنا ليه الcreate store مش اتفقنا هنا الcreate store هنا بتقبل مني reducer function طيب حلو قوي هبتدي بقى أمرر هنا reducer function بس المرة دي بقى هنا ده عندي الcombine reducer بتبتدي تعرف جواه جميع reducers function اللي بتتعامل معه في الابليكيشن بتاعك فمحتاج تضيفه هنا جوا variable الvariبل ده هتبتدي اتمرره هنا ليه الcreate store بالشكل ده تمام شباب طيب حلو جدا الكلام ده يبقى كل اللي أنا عملته هنا ندية على المثل اللي اسمها combine reducers اللي أنا بجيبها هنا من الريدكس بالشكل ده والcombine reducers بتقبل مني object الobject ده ليه key وليه value الkey بتاعه هنا هيكون عباره عن الكيك بعد كده value بتاعت الكيك ده بتاعت الكي ده هتكون عباره عن الكيك reducer وكذلك برضه في الايس كريم تمام شباب طيب حلو جدا الكلام ده محتاج بقى أجي أعمل test كده ليه الابديكيشن بتاعنا ونشوفه كده اشتغل ولا لا طيب هبتدي أجي هنا في terminal وقل له هنا node بعد كده اقول له هنا index تمام لو جينا بصينا كده شباب لو تفتكر كده شباب النتيجة اللي احنا طلعناها في الفيديو اللي فات لما قلنا ان هو shopkeeper واحد بس موجودة عندي في المحل والshopkeeper ده بيمثل one function اللي اسمها reducer كانت بتطلعني نتيجة معينة وفي الفيديو ده ربطنا ال to reducer function اللي احنا عملناه الخاص به الكيك والخاص به الايس كريم تمام طيب حلو جدا الكلام ده عندي هنا شباب الاختلاف البسيط هو ان انا عندي هنا الكيك والايس كريم جوه object يبانا عندي هنا object الكبير ده بيمثل ال state تمام مثلا انا عايز اوصل لعدد الكيكس الموجودة عندي في المحل فبالتالي هنا هقول له هنا state بعد كده dot cake بعد كده dot number of cakes وكذلك برضو في الايس كريم هبتدي اقول له هنا state بعد كده dot ice cream بعد كده dot number of ice creams بالشكل ده تمام شباب طيب حلو جدا الكلام ده نفس النتيجة بتاعت الفيديو اللي فات طيب عندي هنا شباب في ال combine reducers هنا زي ما قلنا بتابل مني هنا object تمام ال object ده جوه key وجوه value الكيه هنا بالمناسبة شباب ممكن تسميه اي حاجة يعني مش شرطه يبقى كيك او ايس كريم بس انا سميته هنا عشان تابع لي reducer function يبقى انا هنا بضيف reducer function اسمها كيك خاصة بالكيكس اللي عندي فسميت هنا الكي بتاعها عبارة عن كيك وكذلك برضو في الايس كريم تمام شباب طيب حلو جدا الكلام ده كده فهمنا ال combine reducers بتعمل ايه والناب ازاي بربط reducers function اللي عندي بالستور عندنا حاجة بسيطة هنا شباب هي بتاعت ال state لو تلاحظ كده احنا عاملين هنا two state او ال state او initial state initial state خاص بالكيك وانشال استيت خاص بالايس كريم تمام طيب حلو جدا يعني ال state بتاعي او الستور بتاعي بيمثل هنا two state في نفس الوقت طيب حلو جدا في application كبير يا شباب هتستخدم فيه ال redux جميع ال states اللي هتتعامل معها تكون متخزنة جوه component منفصل منفصل عن ال reducer function منفصل عن اي حاجة تانية او ال action types اللي بتاعت ال application بتاعك يب انت عندك هنا اكتر من state جميع ال states تي هتبتدوا تضيفها جوه component منفصل عشان تبتدي تتعامل معها عشان تبتدي تضيف reducer function وتبتدي تستخدم ال state المعين الخاص بال reducer function بتاعتنا تمام؟ يعني على سبيل المثال زي ما قلتلك انت ممكن تضيف اكتر من reducer function وبالتالي ممكن تضيف اكتر من state تمام؟ فاحنا عندنا هنا state ليه الكيك و state ليه الايس كريم وبالتالي ضيفنا to reducer function تمام؟ عندي مثلا ممكن ال application بتاعي يكون فيه reducer function خاصة بيه الاث اللي هو اختصار للاثنتيكيشن الموجودة عندك في ال application اللي هو تسجيل الخروج و الدخول من الموقع تمام؟ عندك مثلا ال reducer function خاصة بيه ال user تمام؟ ان هو يسجل فيها ال user عندك مثلا ال reducer function خاصة بيه البروفايل حاجة بتحصل في البروفايل اللي فيه ال user ده بعد ما يسجل في الموقع يروح للبروفايل بتاعه فيه حاجات بتحصل هنا او action هو بيعملها تبتدي تهندل ال action دي من خلال ال reducer function تمام؟ باتمنى شباب تكون استفادت من الفيديو ده واشوفك بخير الفيديو الجاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة